يعني حسب رؤية سيد عدل عبد المهدي أنه قد تشاور مع سيد رئيس محكمة الاتحادية في حينها وقال له أنه حسب المواد الدستورية أنه تقدم الاستقالة إلى مجلس النواب لأنه ما حدثت أنه رئيس وزراء قدم استقالته بهذه الطريقة طبعا هو في مجلس النواب إما أن يستجوب ويقال من خلال الاستجواب أو يطلب السيد رئيس الجمهورية حجب الثقة عنه إلى مجلس النواب العراقي هذه الحالتين هي التي نحن كنواب هذه التي أدنى بالقانون والدستور والنظام الداخلي لكن ما حصل أنه سيد رئيس المجلس وزراء قدم استقالته المفروض يقدمها إلى السيد رئيس الجمهورية ومن ثم يأتينا بكتاب رسمي إلى مجلس النواب العراقي باستقالة هذه الكابين وزارية ويتم تكليف شخص آخر خلال مدة دستورية لـ 15 يوم من تاريخ قبول الاستقالة